السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم على قناة الحميدي اذا بعد غياب طويل كنتمنى على انكم تكونوا دوزتوا الصيف ديالكم مليء اه بالافراح مليء يعني بالاشياء استمتعتو تكون استمتعتو اه به كما اه ينبغي اذا الان بداية الدراسة بداية العمل بداية الاجتهاد بداية اه يعني سنة جديدة اه كانت منى على انها ان شاء الله اه تكون سنة مليء بالعمل والجد والاجتهاد اذا كما كانت شوفوا معايا فعلونت يعني هاد المقطع ديال هاد الفيديو اه بكلام اه من ذهب اذا غدي نحاول انني اه نعطيكم يعني اه بعض الكلمات وبعض الجمل اللي اه من شأنها انكم تحفزكم العمل انكم تعطيكم طاقة جديدة اه سواء يعني الناس اللي مقبلين على اه الامتحانات واللي اه من شأنها انها بغى تاخد ديبلومات واللي مهم نصائح بصفة عامة اللي اه غد قدر تساعدك في الحياة اليومية ديالك واللي غادي تخليك ان شاء الله تكون ضمن اه المتميزين والمتميزات فهاد الحياة بصفة عامة اذا اول شيء اه 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 صاحب الاشخاص الذين يمكنوا ان يجعلوك افضل اذا العداد منكم اللي تيمشي كيصاحب اني ناس اه اللي كيكونوا اه كيدمروا حياتو اللي كتلقاهم دائما اني اه خمول في ان عنده من نوع من الخمول تيجي شو نوع من يعني الروتين اليومي فا اه نصيحتي اللي لكم هو انكم ما تحبوش هاد النوع من هاد الناس هذو اللي انهم غير تسقو فيكم يعني هاد الخمول غير تسقو فيكم هاد ال هاد ال هاد الكسل اللي ما غديش يعني اصلكم واللي اه ما غديش يكون حافز لكم اذا انضج الثمار اعلاها على الشجرة اذا كما كتشوفوا دائما وكما كتعرفوا في الحياة اليومية ديالكنها اذا الثمار اللي كتكون ناضجة والثمار اللي كتكون تامرة فيك تكون كتكون في اعلى الشجرة اذا اذا كونوا انتما يعني بحال هذا الثمار هذي كونوا انكم في القمة كونوا يعني في في اعلى الشجرة اه طبعا بالعمل ديلكم بالاجتهاد ديلكم بالاشتغال ديلكم بالكل ما أوتيته من قوة في عيني من أجل النجاح إذن ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من شأن طموحاتك فصغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك ولكن العظماء حقا يجعلونك تشعر أنك أنت أيضا يمكن أن تصبح عظيما إذن دائما نبتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك إذن أنت ما غدير شو أنت فاشل ومع مارك غدير في حياتك وهذا النوع ديال هاد النس هادو حاولوا أنكم تجنبوهم ما تصحبوهم لأنهم دائما كيكونوا هما الأساس والأساس في الفشل ديالكم دائما كيكونوا هما الأساس في الفشل ديالكم إذن الشخص الذي يمكنه أن يكون أي شخص ويصنع أي شيء سوف يتعرض للنقد والذم وإساءة الفهم هذا جزء من ثمن العدمة إذن الشخص الذي يكون دائما يصنعه يعني التمييز الشخص دائما اللي كيكون يعني هو في القمة اللي كيكون يعني متميز في الحياة اليومية دياله في حياته بصفة عملا في المجتمع دياله في المحيط دياله في العمل دياله في ذلك الشي اللي تيبغي فهو دائما كيكون يعني مغرض للنقد ودائما هذا هو الشخص اللي كيكون على الطريق الصحيح وعلى الطريق المستقيم ثم الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه ولكنه متفوق في أفعاله دائما يعني الشخص المتفوق في حديثه يعني دائما يكون يعني إنسانا متواضعا ولكنه يكون متواضع في حديثه ولكنه يكون متفوق في أفعاله إذن فقط يعني ما تكونش يعني متفوق في الكلام ديالك وغد نديره أنا وأنا إلى غير ذلك ولكن ما تكونش متفوق في الأفعال ديالك إذن فدائما حاول أنك تغلب الأفعال ديالك على الحديث ديالك دائما يكون كلام ديالك قليل ولكن يكون كلام في عسل يكون كلام في نوع من الدهب ولكن الأفعال تكون أكثر من الحديث قد يتقبل كثيرون النصح لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه لكن الحكماء الذين يستفيدون منهم إذن دائما كنت تقبل النصحة تقبل النصحة من الأخ ديالك تقبل النصحة من الصديق تقبل النصحة من الجار تقبل النصحة من أستاذ تقبل النصحة من أي كان لكن كما ا обратK لكن كيف كنت قلت أردكم いきيا سكون هو اللي ليسمเชافراء منها هو هو الحكماء ليفعلا كيشتWh程ك النصحة وكيعملوا بيها وكيطبقوها في حياتهم اليومية اللي فعلا غادي تنفعهم في مستقبله إذن هاتش كله الإخوان فقط باش نقول لكم حاولوا أن بدايتكم بداية السنة سواء لمقبل المتنبغي ذي الباكالورية فيبدأ يشتغل من الآن ما يملش ما تكونش ذيك البداية بداية متعطرة دائما تكون بداية أني إن شاء الله أنا غادي ندير وفقط تكون عنده هذه الرغبة وهذه العزيمة ويبدأ لها بالعمل وإلى غير ذلك الناس اللي يعني من غير الدراسة مثلا مقبل على العمل المقبل فنفس الشيء يعني تكون يعني هذه الرغبة تكون فيه قوية ويحاول أنه يتنافس مع ذاته يتنافس مع ذاته ويوجه راسه براسه ودائما يسمع النصائح ديال الآخرين إذن أضرب لكم وإذن إلى الحلقة القادمة إن شاء الله وإذن إلى الحلقة